حتى حزب الله بذاته وقت يأخذ قرارات معينة أنه يأخذها بظلظروف وعلى أساسها يتصرف حتى المسيرات التي بعثتهم على حدود بيننا وبين إسرائيل ذات الشيء صار ما رأيك باس؟ أنا فتحت موضوع المسيرات اليوم ترى المسيرات بعض يعتبرها أنه ورقة قوة يعني اليوم رجع تحركت هذا الموضوع موضوع الغاز والنفط وبالعكس أجبرت الوسيط الأمريكي أنه يرجع على طرح أنه يسلموا بطرح قانا مقابل كريش يعني كان قبل مشوارة هذا الموضوع أقول لك شاغلي يعني الريمار هكذا نقول هكذا الفكرة تطلع من جمعتين ثلاثة أنه قانا مقابل كريش قبل ما طلعوا المسيرات وقبل شيء وإذا بترجع من وراء وأكيد حضرتك تعرف وبأكد لك رح تأكد لي هالموضوع مش هيك كان الموضوع من جمعتين وقبل ما طلعوا المسيرات وراحوا على الحدود بيننا وبين إسرائيل بلش شيء حكى بكريش مقابل القانا كان انتقال النعاش كان جزء من النعاش اليوم من بدل الخطوط الانتقال إلى الحقول أنه اليوم تاخدوا قانا مناخد كريش عظيم بس كانت عم تنحكوا بقوة أنه رح تنحل إذا بدك القصة لحدود بيننا وبين إسرائيل أنه تنتهي بقصة قانا بقابل كريش بس فعليا حتى بغض النظر شو موقفك أو من حزب الله بس اليوم إذا أنت عندك ورقة قوة اليوم اللي هي مقاومة مسلحة سمي اللي بدك هي بس عندك ورقة قوة ما بتشوف أنه اليوم ما تفرد فيه رح أصبعك معلي بس قلنا أرجع ركع عليك على الموضوع اللي نحكي من قبل أنا كنت عم أكد أنا وياك أنه نحنا قبل ما طالوا المسيرات على الحدود كان فيه إذا بدك شبه وضوح والكل عم يتنقلوا بين بعضه أنه رح تنتهي قصة المفاوضات بيننا وبين إسرائيل بقانا بقابل كريش والكل عم يحكيها حتى حكيها بتليفزيونات يعني عم جارب قللك أنه مش المسيرات اللي خلوا يضغطوا بطريقة معي سلم جدلا سرعت بهذا الموضوع خلينا نقول مش هي السبب سرعت خلينا نجاوب على فكرة أنه إذا عندك ورقة قوة أنا ما فرد فيها أبدا وبالعكس وما عنا شك أنه حزب الله عنده ورقة القوة وقدرة تكون فعل بالوقت المناسب نحنا مأخذنا على شغلة اللي هي أنه لازم يكون قرار السلم والحرب بإيد الدولة اللبنانية وأنا مع فكرة إذا الدولة اللبنانية بتطلع على العلن بتقول يا حزب الله نحنا كدولة اللبنانية وكجيش لبناني منه قادر يتحرك تجاه إسرائيل أنت عندك القوة أنا ممشي وراها كيف شرح لي يا مرحبا عمل لك يعني لما تكون الدولة اللبنانية أخذي أقرار وماعتبرى أنه نحنا بوقت الحاضر أنه متفقين على خط 23 مش هيدا الأقرار الرسمي تعبوا لدولة اللبنانية طيب الجيش اللبناني هو مؤسسة داخل الدولة اللبنانية مفروض يكون مؤيد بهذا الشغل هلأ إذا حزب الله كان قرار الحرب والسلم بإيد الدولة اللبنانية يعني حزب الله من المفترض يكون ورا الدولة وهن يصرحوا بهالموضوع وقالوا نحنا ورا قرار دولة اللبنانية طيب هلأ لما يجي حزب الله ينط فوق قرار دولة اللبنانية وينط لبعيد شو بكوا عم يعمل شو بكوا عم يعمل عم يكون بطريقة غير مباشرة عم ياخد قرار عن دولة اللبنانية أنا أقول إذا قرارب الحرب والسلم بقي الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية وزعت الأدوار بين الجيش اللبناني يلي هو الجيش الرسمي وبين المؤومة إذا الدولة اللبنانية هي بتعتبرها المؤومة اللبنانية يلي هي عم تحارب إسرائيل وجينا قالنا هل المؤومة هي هلأ دورة أن تكون عم توجا إسرائيل قالت لا يا مؤومة من ط lever من فوق الطاولة بالتواتر بالبدك يا مؤومة تحرك بطريقة من طرق وطلع مسيراتك أو أنت شوف الخطة شو المناسبة نحن ساعتها ساعتها ما عندكم مشكلة أن الدولة تكون هي الماسترول اللي عم تأخذ قرار بس لما حزب الله يكون عم بنط فوق الدولة هيدا شيء ما نهو مزبوط هيك بطريقة غير مباشرة بيكون عم يرجع يأكد من جديد أنه القرار بإيده هول بقرر أينتا بصير في حربه أينتا في سلم ونحن كلبنانية معلق أقل له أقل له أقل له خمسين بالمئة من الشعب اللبناني حتى ما أقول الأكربية أغلبية السياحة حتى الطيال الوطني الحار إذا بتسأل مواطنينه يلي موجودين بالشوارع بتقوله أنت برأيك بحسك الوطني أنت مع مين يكون قرار سلم الحرب بقلك مع الدولة اللبنانية لسهب هذا أقل له يحترم حزب الله نص يلي منه موافق على الطريقة التي تبعها هو بأخذ القرارة حتى حزب الله كان بفترة معي طرح مسألة أنه هي الاستراتيجية الدفاعية بس وقتها تكون هناك دولة قادرة وتمتلك القوة ساعتها يتسلم هذا السلاح أو يكون ضمن إطار استراتيجية الدفاعية هذه المسألة السؤال التي لا أحد يجاوب عنه ويقولون أنتم كمان ما قدرتوا تجاوبوا عنه هو كيف يعني كيف راح تصوركم كيف تم تسليم هذا السلاح كيف الدولة تختصر هذه يعني المسألة السلم أو الحرب أو حصرية السلاح رحل لك أول شي الجيش اللبناني حتى لو كانت إشياء محدودة لا يوجد مرة خزلنا يعني إلا ما كان يقوم بالواجب أكيد الجيش ما خزلنا لكن خزلوا الجيش يعني اليوم قدرت القدرة التسليحية للجيش وصل لك لحيث لصف هذا ما خزلنا جيش كجيش هلأ نجي على شقة اثنانة هو أنه الجيش اللبناني قدرت مدى التسلح في فريقين بيقفوا بوجهة التسلح أكيد إسرائيل ما في شك أوكي وأنا برأيي بطريقة غير مباشرة حزب الله لأنه مصلحته بتقضي أنه الجيش اللبناني ضل ضعيف حتى يضل هو موجود ما علي أنه عذرنا يمكن شوي هيك موجهة الكلمة بسهل الواقع هلأ من هالمبدأ هيدا بالتحدي أنا برأيي نهار الحزب الله بيجي بيقول أنا بديوها في حد الشعب اللبناني حد الجيش اللبناني ما حدا عم بيقول أنه السلاح حزب الله هو قرار لبناني بكل صراحة بيقولك ما عليش ما نلحك على بعضنا ونحنا منقوله وبكل ضمير مرتاح وبكل وعي القرار لسلاح حزب الله هو خارجي بس أقل له لو حزب الله بيرجع على لبنانيته بيجي بيقول أنا هالسلاح الموجود بديحطه بتصرف دولة لبنانية والشغلة بدأت تصير بشكل تدريجي حدتك تعرف أستاذ رامز ما في نهاية بلا بداية بس من وين بتبلج رحل لك يبلج بقرار من حزب الله أقل له لمن يرجع على لبنانيته ويصير قرار وجوبة لبنان حتى لو كان سلاح موجود لا عم بيحارب باليمن ولا بالعراق ولا بمطرح تاني أول شي بيكون خلينا ما نكون على عيدائية مع دول مجاورة لا مع الدول العربية ولا مع المجتمع الدولي ولا شي أبدا هايدي الشغلة بتخلي أنه يبلشوا الدول يلي كانت تسلح الجيش اللبناني ترجع تسترجع الساقة شوي شوي وتقول أنه هالجماعة حزب الله يلي هن من كلهم كل الاحترام كطايفي شعية جمع رجعوا لأنه بهمهم بناء لبنان من هالمبدأ هيدا بيصير نرجع نسترجع الجيش اللبناني يرجع ساقة بنفسه يرجع إذا بدك دول الغرب أو مي مكان يكون حتى إيران بسعد يتسلحوا فلتكهم بتسلحوا تدرجيا بيصير عنده صلاح حزب الله تدرجيا بيصير طب لن تبلش بالعكس يعني أنت اليوم تبلش بتبني دولة اليوم وبتسلح الجيش اللبناني فعليا بتصير أنت بتمتلك القوة سعطى حزب الله عندك شك أنه السلاح الموجود المنظومة كلها يلي هي سبب يلي هي سبب إذا بدك الانهيار التام باللبنان ما كانت عم تخبى برا سلاح عندك شك وراحق لك شي تاني أكتر من هيك عندك شك أنه بالوقت كانوا سوريين باللبنان كانوا حطين معادلة الاقتصاد من قبيل الأمن مزوطة أو لا صحيح هلأ مش موجودة برأيك مع حزب الله بس يلي كنتوا أنتوا جزئ منا أو أنتوا خلفاء بعضها كيف كنا جزئ منا بكل الحكومات من بعد 2005 أقل من بعد 2008 شاركتوا بهذه الحكومات كنتوا مع حزب الله بالحكومات ما في مشكلة كانت أنا ما قالت لك نحضب حزب الله لا شاركتوا بالحكومات وما كان في مشكلة ما كان عم تنطرح قصة السلاح أكيد ليه لأنه نحنا من الأول نهار نطرح قصة السلاح بس ما أنت اليوم كحزب سياسي ما تنسى الحداثة ما صارت شو اللي صار بس ما أنت عم تقلي لأنه كنا عم يتخبوا بسلاح كنتوا جزئ حتى بآخر حكومة بـ 19-20 كنتوا بالحكومة صحيح حكومة سعب الحريري خلنا نسلسل الأحداث شوي أوكي 2005 نحنا طلعنا على الضو إذا بدك بالـ 2005 أوكي وشاركنا بشكل رمزي بواسطة أقول لحلو فتو أنتم بعد 2005 على الحكومات يعني أو على اللعب السياسي أنتم تير الوطن الحر وحزب الله كنتوا الوفيدين الجدد صحيح نحن كنا مفكرين أنه في نية حي على بناء البلد بكل صراحة أقول لك وعطينا عدة فرص عدة عدة فرص بس ما تنسى أنه الأحداث التي تراكمت من وقتها لليوم والأداء التي صرفوا حزب الله إن كان بالداخل اللبناني وإن كان بخرج لبنان إن كان بحرب مع سوريا إن كان باليمن إن كان بالعراق إن كان بالداخل لبنان بس شاركتوا بحكومات من بعد خولوا بحرب اليمن وحرب سوريا 100% 100% بس كنا دايما عم نعترض نحن على إزبادك لما تتشكل الحكومة ويكون البيانة الوزارة بس ما آخر كمان كنتوا فيها بس ما في يعني بحزاب سياسية حضرتك تعرف ما فيك تكون بحكومة هذه المعارضة من الداخل أنا تحفظت على بيانة الوزارة ما تكون بقلب الحكومة برجع أقول لك انتبه آخر حكومة آخر حكومة شاركتوا فيها حكومة سعد الحريق لألفين وتساعت واتساعتت بسببتعاش تشرين وأسقطوها الناس هذه بيانة الوزارة كان مشرعة للمقاومة 200% بس برجع أقول لك كنا بكل محطة عم نراهن بوقتك كنا عم نراهن على الجنرال ميشيل عون نحنا كنا من الدعمين اللي يجي رئيس جمهورية نحنا من ألفين وستاعتش كنا دايما عم ننوعد إذا بدك من قبل رئيس جمهورية أنه هو بده يبني لبنان هو بده يسلم لبنان أحسن ما استنموا